في قصر إلمو احتضنت ألمانيا قمة مجموعة السبع الصناعية على أهم ملف يواجه أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا حيث أزمة الطاقة والغذاء وارتفاع تضخم بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا لم تكن دول النفوذ الاقتصادي هذه المرة على عادتها إنما بدأت بسخرية من صورة بوتين كزعيم عسكري في حرب اقتصادية يقودها ضد الغرب كما وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي خطب نظرائه بلغة التحذير من استمرار الحرب على أوكرانيا بايدن وصف الضربات الصاروخية الروسية على كييف مثالا على الهمجية تصريحات شديدة اللغة وثقيلة العيار تأتي في اتفاق وتحدي من دول مجموعة السبع في وجه موسكو في رسالة إلى أن قرارات العقوبات على روسيا مستمرة وأن بوتين لن يكسر شوكة أضخم اتحاد صناعي في العالم أو كما وصف زعامة القمة أمريكا سبقت الاجتماع بإعلان تمهيدها لقرار حضر استيراد الذهب الروسي في طريقة جديدة لها لتحاول حرمان روسيا من عشرات مليارات الدولارات من عائدات الذهب المهمة لموسكو رسالة قوية أيضا إلى بوتين تصب في إطار المراهنة على انقسام الغرب وتفكك الناتو إذ رد بايدن مشددا أن هذا لن يحدث أبدا وأن في جعبة الناتو المزيد كما هي العقوبات الاقتصادية المستمرة لكن لم يخلو الاجتماع من خوف شعرت به بريطانيا وأدركته أوروبا عندما ألمح جونسون إلى ضريبة كبيرة سيدفعها الغرب في حال انتصل بوتين في حربه على كييف إذن في حسابات الاقتصاد العالمي الذي يتداعى بشكل خطير وينعكس على دول العالم المتقدمة والنامي كذلك فإن التحدي الغربي الروسي أشبه بمن يلعب في كرة النار ترجمة نانسي قنقر